سهيد بكلنوفي عملت من قبل في دول عربية وعملت في مصر انتبعتك عن الفترة اللي قدتها في مصر أنا كنت في مصر ثلاث مرات أول مرة أنا رفت في مصر لشغل في السفارة الروسية في السنة كان من بعيد شوية في سنة 68 في فترة الرئيس جميل عبد الناصر عبد الناصر أنا أملت لي غدا يزيارة الكتاب عن جمال عبد الناصر غدا نشرت الروسية قبل ثلاث شهور وقبل نشر في روسيا وهذا ترجمة نشرت قبل أسبوعين في الكاهرة خصوصا هرم ناصر الرئيس وعصره أندريا بكلنوف ده أنت بتحب عبد الناصر عندي كان أنا أنا أعرف وأنا كنت مسايد السفير روسي في أيام عبد الناصر ألتقيت الرئيس عبد الناصر؟ ألتقيته عبد الناصر كان شخصية خاصة شخصية مغبوبة ليس فقط في مصر بل في العالم العربي وخارجه ألتقيته عبد الناصر 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 وعندنا كان تشاور وثيق جدا بيننا بين روسيا والأخواننا في مصر ونجاحات عملية السلام في رأي 60% هذا وفقا للجهود المصرية المصرية المصرية